تقيم إدارة حماية المستهلك وبالتعاون مع جمعية وكلاء السيارات معرض ومنصات توعوية للجمهور خلال الفترة من 15 لغاية 21 مارس 2017 في مجمع الستي سنتر وبمشاركة تعدد كبير من وكلاء السيارات في البحرين حدث مهم رح نتكلم عنه اليوم مع صفاء صفاء الرئيس مجموعة التوعية الاستهلاكية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مسيج بالخير اخد صفاء مدسع النور والثرور حيال الله من يانا بلا شك الوعي الاستهلاك يا صفاء اليوم بخصوص الشكاوي المتعلقة بإغطاء السيارات على وجه الخصوص هو شيء ركزته عليه يعني بشكل كبير ربما في هذا العام كلميننا عن المواضيع التوعوية اللي رح يطرق له ان شاء الله هذه المعرض اول شيء مشكورين على التضافة طبعا قطاع السيارات اليوم هو قطاع متشعب نعم في مواضيع كثيرة ممكن ان احنا نسلط الطوع عليها فارتأت ادارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالاضافة وبالتعاون مع جمعية وكلاء السيارات وبالمشاركة مع العديد من وكلاء السيارات في البحرين ان احنا نقيم هذه المعرض لتسليط الطوع على عدة مواضيع اهم موضوع رح نركز عليه ان شاء الله هو موضوع السلع المقلدة او قطع غيار المقلدة للسيارات رح يكون ان شاء الله في يعني مثل ما نقول مقارنة حية ومباشرة للجمهور وليزوار هذا المعرض بين قطع الغيار المقلدة والاصلية عشان هما في المستقبل يكونون يعني على درايا ووعي كافي ان هذه السلع مقلدة مفروضا انا ما اشتريها نعم المواضيع الثاني ان شاء الله رح نتطرق لها اللي هي خدمات ما بعد البيع مثل صيانة وضمان وغيرها اليوم هذه الخدمات تشكل من اساسيات اختيار المستهلك لسيارة او براند معين فراح نركز عليها ان شاء الله جميل مواضيع شيء قبل اشيء يستحق المواطن ان هو يتعرف عليه عن قرب من خلال اهل برامج برايت صفا يعني الوعي بهالجانب مهم للمواطن يعني لأي مدى خل من نقوله وش كثر مهم فعلا يعني المواطن يكون يعرف مثل هذه الامور فيها اليوم اكيد مهم طبعا التوعية الاستهلاكية اليوم في ادارة حماية المستهلك نعتبرها استثمار ولا يقول اهمية عن اي آلية عمل ثانية تقوم فيها الادارة وخصوصا في السلع والخدمات التي تمس صحة وسلامة المستهلكين خلل نقول فاليوم قطع الغيار المقلدة خللنا نقول انها للأسف تضر بصحة المستهلك تضر بسلامته سلامة اسرته وايضا تضر في سلامة السيارة عمرها الافتراضي يقلب كثير اذا احنا نستخدم سلع او قطع غيار مقلدة فاليوم في قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 ولو احتى التنفيذية في حق رئيسي للمستهلك اللي هو حق الصحة والسلامة فاليوم في المعرض ان شاء الله اللي راح نقوم فيه لمدة اسبوع كامل راح نركز على حق الصحة والسلامة في شراء السلع والخدمات اللي ما تضرنا او تضر اسرتنا صحيا نعم وفي سلامتهم ايضا نعم ربما تحدثت قليلا عن الصفاء عن هذه الحقوق وذكرتي ايضا منها جانب قانوني هل اليوم المواطن البحريني على اطلاع كافي بحكم ممارساتكم لهذا العمل لعدة سنوات هل المواطن البحريني اليوم على واعي والطلاع كافي بهذه القوانين وهم ولم فيها خلن نقول لنا بعم ما الحمد لله يعني النشاطات والفعاليات التوعوية اللي قاعد قوم فيها الادارة لآخر سنتين أو ثلاث سنين خلن نقول ويد مكثفة لتوصيل هذه المعلومة للمستهلك اليوم المستهلك عند حقوق وواجبات وفي اطر قانونية كثيرة في قانون حماية المستهلك احنا حبين نوصلها للمستهلك عشان يكون هو خط الدفاع الاول عن نفسه قبل اصلا لو يوصل حق ادارة حماية المستهلك اذا تعرض الى اي غاش تجاري لا سمح الله فالفعاليات كثيرة احنا في مارس عندنا اسبوع المستهلك الخليجي نحتفل في كلنا مع المستهلكين الفعاليات متنوعة اول هالمعرض اللي ان شاء الله راح يصير باتشر بالاضافة الى العديد من المطويات والمطبوعات التوعوية اللي راح نوزيها على مختلف منافذ البيع والعديد من المسابقات في المسابقات ان شاء الله كثيرة راح نسويها في المعرض راح اعلن عنها ان شاء الله جميل ان شاء الله انا بكرة من اول الزوار لهذا المعرض حياك الله ودنا يعني انتعرف وياتش على اهمية يعني ربما ذكرت عفوا جانب الاهمية اللي يقع على عاطقكم ان انتو توصلون هالرسالة من خلال هالمعرض لكن بدنا نعرف اهم البرامج ان شاء الله راح تكون موجودة بدءا من يوم غند طبعا مثل ما ذكرت المعرض راح يتدي بكرة يوم الاربعة لأسبوع كامل لثلاثة اليوم تاريخ 21 مارس ان شاء الله من عشر لعشر من عشر الصبح لعشر مساء ان شاء الله الفعاليات ان شاء الله راح تكون متنوعة راح تكون في منصة خاصة بادارة حماوات المستهلك بالاضافة الى ثمان منصات اخرى للوكالات اللي راح تكون موجودة معنا المسابقات راح تكون ان شاء الله كثيرة جانب ربما يعني حب الجميع يهم الكثير فان شاء الله راح اعلن عن مسابقاتنا مسابقاتنا ان شاء الله راح تكون سهلة خفيفة ولكن جائزتها كبيرة ان شاء الله الجائزة راح تكون عبارة عن شهادتين بقيمة 50 دينار يوميا للفايزين وايضا في اخر يوم من المعرض يوم الثلاثة راح يكون عندنا شهادة بقيمة 1000 دينار للفايز احب اشكر في هذه المناسبة البنك الخليجي التجاري وهم اللي دعمين هذه المسابقة بتوفيرهم الجواز للفايزين نعم اكيد يعني ان شاء الله تذهب لمستحقيها ونقول ببركة عليهم مقدمة سلبتوا الضوء يعني على قطع الغيار المستخدمة وخللنا نقول عفوان التقليدية الى جانب قطع الغيار الأصلية يعني هل واجهتكم مشكلات من هالنوع صفا ولا مثل ما قلت قطع السيارات جدا قطاع كبير ومتشعب فاليوم عدد الشكاوية او البلاغات اللي نستلمها عن هذا القطاع هي اكثر من اي قطاعات ثانية وهذه بحكم التقرير السنوي اللي تصدر الادارة تخيل في ستة شهور في 2016 من يناير الى يونيو استلمنا اكثر من 400 شكوى بس في قطاع السيارات بمختلف المواضيع 400 من الفترة من متى الامتة؟ من يناير ليونيو خلال ستة شهر فقط فأكثر من 400 هذي يعني رقم مسهل بالفعل ولكن اليوم والادارة الحمد لله يعني قطت او حلت 93% من هذي العدد واصلت حق حل النزاع اللي كان موجود ولكن اليوم ادارة حموات المستهلك يعني شا قل لك اخي سالم هدفنا الاساسي مو فقط استلام الشكاوي وحلها وانما البحث والتحري عن اسباب الشكاوي فبعد يعني بحثنا وتحرينا عن السبب نبين عارف شنو الاسباب اكتشفنا ان عدد كبير من هذه الشكاوي ترجع لسلع او القطع الغيارة المقلدة اللي قاعد يشترونها المستهلكين بغير وعي فحبنا نسوي هذا المعرض لضمان حقوق جميع الاطراف التجارية المستهلكين ومزودين المنتجين يعني اليوم انصفوا ما قطعتشي لها بالخير هذي الاشخاص اللي بيعون سواء المؤسسات او محلات اللي تبيع قطع الغيار خنقوله التقليدية والغير الاصلية هي مسموح لها ان هي تزاول شغلها ما يتم منحها من قبل الوزارة خلينا نتكلم عن الجانب القانوني احيان طبعا دول الخليج كلها تولي اهتمام حق هذه الجانب مو بس البحرين فعندنا ان شاء الله قانون راح يصدر قريبا احنا في طور ان شاء الله اصدار التشريعات المناسبة حق هذا القانون هو قانون الخليج الموحد لمكافحة الغش التجاري فهذا القانون ان شاء الله راح يكون موحد لجميع دول الخليج بالاضافة الى قانون الخليج الموحد لحماية المستهلك ولا احدهم التنفيذية طبعا هذين القانونين راح يعني يضمنون حقوق المستهلك في هذا الجانب توفير الصحة والسلامة له نعم ويعني تقليص هذه الممارسات الغير نزيهة اللي موجودة حاليا في السوق للأسف عشان في النهاية تعرفوا اخي سالم يعني نحطي حق حق الشركات اللي عندها براند او علامة تجارية بالفعل ما نبخص حقهم في هذا الجانب لأن ربما يعني فعلا اللي بيع القطع المقلدة أنا صحي يمكن كلمة تقليدية تقليدية الأقصد فيه المقلدة فعلا ربما قد يخدع البعض من أجل المادة من أجل التجارة يقول له هذي قطعة يعني خلنا نقول أصلية وغيرها وهي في الحقيقة تكون مقلدة فالإذا لك يعظم حق مثل ما ذكرتي يعني القطع الأصلية ربما ذكرتي بعض الجهود صفة اللي يعني تزولون وتمرسونها اللي تحمون من خلالها المستهلكين لكن شنو هي يعني أبرز الشكاوي مثلا أو أهم شكوى لو تذكر لنا موقف يا وشنو كان تعاملكم ويا خلنا نقول هل عادة نتحولون أيضا لجهة قانونية كوزارات الداخلية واللي يتم التعاون معه فقط مع إدارة حماية المستهلك طبعا ما يخفى عليكم أن خدمات حماية المستهلك ما تقع فقط على إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة هناك جهود متكاملة بين قطاع التجاري والقطاع الحكومي في نفس الوقت اليوم المعرض هو أكبر لليل أن في تعاون مستمر بيننا وبين جمعية وكلاء السيارات لإقامة هذا المعرض وأيضا هناك جهود خفية بيننا وبين جهات ثانية أذكر منها شؤون الجمارك أذكر منها إدارة المواصفات والمقاييس إدارة الملكية الصناعية عندنا في الوزارة وأيضا إدارة الفحص الفني في الإدارة العامة للمرور نعم ربما كمختصين توجيهنا للمستهلك في الملجأ التي تأكيد لترك هذه الرسالة أول شيء مشكورين على هذه الاستضافة الحلوة شكرا لك وأدعيكم وأدعيكم أخي سالم وأدعي كل طاقم العمل وأدعي المشاهدين لحضور هذا المعرض مثل ما قلنا أسبوع كامل حافل بالفعاليات والمسابقات نعم أحب أتشوفكم كلكم هناك بإذن الله وأحب أن أنوح على موضوع الوعي الاستهلاكي اليوم لدينا السوشال ميديا كل المواد التوعوية ممكن أن تلاقيها على السوشال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لديكم موقع خاص بكم صفا لدينا موقع خاص في السوشال ميديا نعم موائي سي منستري أوف اندوسترين كوميرس أندرسكور بحرين جميل فيت مواضيع أو خلال نقول جمل توعوية يومية ننشرها عبر هاي الحساب لمصلحة الجميع إذن عبر موائي سي أندرسكور بحرين هذه هي كيد أكاونتهم يريد تطلعون عليه وإن شاء الله يكون الواعي لإستهلاكي عند الجميع جميل وممتال صفا صفا الرئيس مجموعة التوعية الاستهلاكي بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة كل الشكر لاج على حضورت يعطيكم العافية